بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الإحتمالات لثانية والثالثة ثانوي رقم 15 أنصح به جميع الشعب قال نرمي قطعة نقدية متوازنة ونسجل نتيجة المحصل عليها وجه F أو ظهر B قال واحد ما احتمال الحصول على وجه F ثم أكمل الشجرة بوضع الاحتمال المناسب ثانيا قال نرمي إذن ها هي الشجرة هنا أمامكم ها هي P و F قال نرمي القطعة النقدية نفسها مرة ثانية أكمل الشجرة تبعا للرمية الأولى ثم قال ثالثا نرمي القطعة مرة ثالثة عين كل المخارج على الشجرة قال ما هو عدد المخارج التي تحوي وجها مرة واحدة فقط ثم قال كيف نستعمل الشجرة لحساب احتمال الحصول على وجه مرة واحدة إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن عندنا هذا المثال قال نرمي قطعة قلت نقدية متوازنة ونسجل النتيجة المحصل عليها وجه F وظهر P ها هو وجه F هذا F وهذا P ركزوا جيدا قال السؤال ما احتمال الحصول على وجه F إذن إذا رمينا هذه القطعة النقدية فيكون هكذا ركزوا إما أن تكون F أو إما أن تكون P هذا مثل ما هو يظهر هنا أمامكم في الصورة قال ما احتمال الحصول على وجه F في الرمية الأولى لاحظوا جيدا إذا سمينا A هذه A الحصول على ماذا؟ الحصول على F في الرمية من هي الرمية الأولى إذن ماذا نقول؟ بما أن هنا يوجد تساوي الاحتمال يا أبنائي لأن غير مزيفة هذه القطعة النقدية يعني متوازنة إذن فتصبح لنا P R عكذا P R تساوي لنا إذا أخذ هذا الوجه هذا أخذ نصف فهذا يأخذ كذلك نصف فتصبح لنا الاحتمال هو ماذا؟ هو واحد على اثنان فقط حتى تفهموا جيدا قال ثم أكمل الشجرة بوضع الاحتمال المناسب هنا هذه مجموعة المخارج لهذه الرمية الأولى ماذا يمكن؟ عندها مخرجان إما P وإما F إذا سمينا هذه مجموعة المخارج هي A فيكون عناصرها إما F وإما P فقط حتى تفهموا جيدا وقلنا هنا يجد تساوي الاحتمال لأنها غير مغشوشة وإنها أوجوها متوازية ثم قال أكمل الشجرة الشجرة سوف نكملها أبنائي إذا جئنا إلى الشجرة هكذا لاحظوا فتكون إما ماذا؟ إما P أو ماذا؟ أو F أو P لا يهم هنا ماذا يمكن أن نقول؟ احتمال هنا النسف وهنا النسف بحيث تقول القاعدة لما نجمع هذه كليا تُعطي لنا واحدة ثم قال الجزء الثاني قال نرمي القطعة النقدية نفسها مرة ثانية أكمل الشجرة لتبعى الرمية الأولى إذا لو نأتي الآن إلى إكمال الشجرة أبنائي يعني نرميها رمية ثانية ثانية فتكون هكذا وتكون إما أن تكون لاحظوا فنعود الآن إلى الرمية هذه يسميناها الرمية واحد هذه الرمية اثنان فتكون إما P وإما F وهنا إما P وهنا إما F يقول حدكم لم أفهم تخيلوا هذه القطعة النقدية لو نعيد رميها مرة أخرى فماذا يمكن أن تكون؟ يمكن أن تكون على الخمسين على هذا الوجه أو يمكن أن تكون على وجه هذا الذي يظهر فيه الغزال فقط إذن ما هو الاحتمال؟ كل وجه كذلك يبقى الاحتمال محفوظ لهو واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان لأنها متوازنان هكذا وهنا واحد على اثنان حيث لما نجمع نهاية كل هكذا الغصن نجدها كم؟ نجدها واحد ثم قال نرمي القطعة مرة ثالثة سوف نرميها مرة ثالثة لاحظوا ماذا ينتج؟ ينتج إما هذا المخرج أو هذا المخرج أو كذلك هذا المخرج أو هذا المخرج أو يكون عندنا هذا المخرج أو هذا المخرج أو يكون عندنا هذا المخرج أو هذا المخرج لاحظوا فماذا يمكن أن نقول؟ إما P إما F إما P إما F إما P إما F وإما P وإما F الآن لو نقوم الآن بماذا الاحتمالات كذلك تبقى محفوظة هنا واحد على اثنان عفوا هنا قلنا واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان وهنا كذلك وهنا كذلك واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان يعني كل فرع له واحد على اثنان وهنا واحد على إثنان ها قد الآن هذه الرمية كم؟ الرمية الثالثة إذن الآن ثم قال عين كل المخارج على الشجرة لو نأتي الآن إلى المخارج على هذه الشجرة ها هي قد ظهرت هنا فتصبح لنا ماذا؟ ركزوا سوف نقرأها كذا PPP إذن يوجد لنا هنا PPP أو ماذا؟ أو عندنا P أو ماذا؟ أو أف يقول أحدكم لا أفهم ها هو الطريق الآخر أو يأتينا هذا الطريق ما هو الطريق الآخر؟ اللي هو PFP أو ماذا؟ أو PFF أو ماذا؟ أو أف الآن نأخذ هذا الطريق ماذا تشبه؟ PFP أو ماذا؟ أو هذا الطريق انظروا اللي هو F P أو هذا الطريق انظروا جيدا أو هذا الطريق لاحظوا هذا الطريق ما هو هذا الطريق؟ اللي هو F F F P أو الطريق النهائي اللي هو هذا ثلاث أوجه يعني F F F إذن لاحظوا جيدا قال ما هو عدد المخارج التي تحوي وجها وواحدا فقط يعني F قبل أن نتحدث على هذا إذا جئنا إلى العنص إلى هذه المجموعة اللي هي فتحة ما هي يقولنا عناصر وتشبه لنا P P P ثم ماذا؟ ثم P P F ثم ماذا؟ ثم P F P ثم ماذا؟ لاحظوا ثم P نحن هنا في هذا المكان ثم P F F أو ماذا؟ أو عندنا هذا F P ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا هذا F P F دقيقوا جيدا ثم عندنا هذه F F F أو عندنا الأخيرة عفوا عفوا ما قبل الأخير اللي هو P F F P وعندنا F F F لو نعد الآن هذه كم من حالة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 عندها 8 مخارج نعم لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندها 7 8 مخارج يا أبنائي هذه الشجرة الآن قال ما هو عدد المخارج التي تحوي وجها مرة واحدة فقط كلمة وجها واحدة يعني F واحدة ها هي واحدة 2 3 الآن هنا يوجد 2F 2F 3F إذن كم يوجد لنا من عدد المخارج؟ نقول عدد المخارج التي تحوي وجهاً وجهاً وهو F واحدة فقط هو أينما نجد كلمة F واحدة كم هي؟ هي ثلاث مخارج لاحظتم؟ إذن هذا ما نسميه يا أبني وجدنا ثلاث مخارج إذا سمينا هذه A فتحة فتكون هكذا A A فتحة ما هي عناصر هذه الأفتحة؟ هي P P F هذه أو P F P أو عندنا هذه هذه أبنائي لاحظوا هذه التي أشير هنا F P P هذه هم المخارج ركزوا الآن ثم قال أسوأ الأخير كيف نستعمل الشجرة لحساب احتمال الحصول على وجه مرة واحدة؟ يريد الآن نتعلم كيفية استغلال الشجرة إذن استغلال الشجرة فتقول القاعدة عندنا F ها هو نتخذ هذا السبيل هذا اختيار أو كلمة أو في الرياضيات أو في الاحتمالات إفهموا أنها زائد إذن فنقول إذا رمزنا إلى هذه الخاصية إذن P إذا رمزنا لها كذا هذه الحادثة A فتحتين لهي الحصول هذه الحصول على وجه مرة واحدة في ثلاث رميات فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا هذا الطريق اللي هو نصف في نصف في نصف أو ماذا؟ أو عندنا هذا الطريق كذلك اللي هو كذلك نصف في نصف اللي هو واحد على ثمانية أو يوجد لنا الطريق الآخر اللي هو هذا الطريق اللي هو FPP كذلك اللي هو نصف في نصف اللي هو واحد على ثمانية إذن تصبح لنا كم واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية وتساوينا كم أبنائي ثلاثة على ثمانية هذا هو احتمال هنا نستعمل الشجرة لحساب احتمال الحصول على وجه مرة واحدة فقط إذن فالإحتمال يكون ثلاثة على ثمانية كما تعلموننا دائما وأقرر أن الإحتمال يكون ما بين الصفر والواحد فقط يا أبنائي